قلت لمجلس الأمن آنذاك أنه إذا لم يكن هناك تحرك فعلاً دولي سيصلوا إلى صنعاء ووصلوا إلى مشارف صنعاء يعود المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر إلى الواجهة حاملاً معه بعض المكاشفات المتأخرة وأسئلة طالما أرقت أذهان اليمنيين في صنعاء ما حصل هو عجيب وغريب كيف أن مجموعة صغيرة الحوتيين لما دخلوا إلى صنعاء لم يكنوا بالألاف كانت مجموعة صغيرة والجيش اليمني قبل الحرب كان يعتبر خامس أو سادس أكبر جيش في العالم العربي أعداد الجيش كانت بالمئات الآلاف بن عمر الذي جاء إلى اليمن والناس يخوضون حواراً وطنياً شاملاً وغادرها والميليشيا تسيطر على البلاد عاد الآن لوزع شهادات متأخرة نخب سياسية ساذجة وبليدة وقيادة دولة أذهبت دولة اليمنيين أدراج الرياح نكاية بخصومها كما وصفها لكنها حتى الآن لا تزال ساكتة أيضاً تجاه هذه التصريحات البعض ساذج كان هناك نوع من السذاجة كذلك والبلاد في الحقيقة الحوثيون لم يدخلوا إلى صنعة ويتوسعوا لأنهم كانوا قوة كبيرة قوة مهمة حققوا هذه الأهداف نظراً لبلادة خصومهم صمت النخب والأحزاب والقيادة السياسية والعسكرية المتهمة ربما يشي بأنها لا تزال عجزة عن الإجابة وعن الوقوف أمام الكثير من الأسئلة بشأن تلك اللحظات الحرجة ولا تزال هي من تمتلك القدرة على الإجابة عليها لكن يظل أبرزها هو موقف الرئيس هادي وإحجامه عن اتخاذ أي قرار من مواقع مسؤوليته لحماية عاصمة الدولة وظل يحارب بسيف السلم على حد تعبيره حتى أسلم الحوثيين الجملة بما حمل أنا أنلى علي علي ابن صالح لعب دور ودور رئيسي ودور مهم لأنه تحالف مع الحوثيين تحالف مع الحوثيين وكان هدفه هو إحراج الرئيس إضعاف الرئيس وكذلك إضعاف وخصوم السياسين لهم الإصلاح تحالف مع الحوثيين وكان له تأثير على الجيش وضباط الجيش وأكيد أن ضباط من الجيش تلقوا أوامر من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ولم يقاوموا ظل أحد أقوى الجيوش العربية مستكينا يراكب مشهد سقوط عاصمة الدولة بيد حفنة من المقاتلين المتطرفين كان للمخلوع صالح اليد الطولة في تسليم البلد نكاية بخصومه بعد خسارة السلطة يتحدث الرجل كشهد على أهم مرحلة شهدها اليمن كان فيها مبعوثا أمميا فهل كان جمال بن عمر يدرك مخطط ميليشيا الحوثي لإسقاط صنعاء والإنقلاب على الدولة أم أنه تماها معهم خصوصا أنه امتنع عن إدانة دخول ميليشيا صنعاء وذهب لينتج اتفاقا سيئا سماه السلم والشراكة بالقليل من الإجابات والكثير من الأسئلة التي لا تزال تحمل علامات استفهام كبيرة حول الطريقة التي أسقطت فيها صنعاء أو تم تسليمها على طبق من ذهب لكنها أيضا تظل شهادة على مؤامرة تسليم الدولة وكيف تكاملت الأدوار الداخلية والخارجية للذهاب بدولة اليمنيين ومشروعهم الذي اتفقوا عليه يتهم بن عمر بصفتي مبعوثا أمميا بأن مواقفه كانت غطاءا رئيسيا في إسقاط الدولة اليمنية بل ولم يتخذ أي موقف لإدانة ذلك وهذا السقوط الأخلاقي ربما يعيد اليمنيين إلى بدهة السؤال كيف يثق اليمنيون بالمبعوثين إذا كانوا على شاكلة جمال بن عمر اشتركوا في القناة